غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلف عشرات الشهداء والجرحة أكثر من أربعين شهيداً في أربع مجازر ضد العائلات ارتكبها قوات الاحتلال في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفي بيت لاهية شمال القطاع استشهد أحد عشر فلسطينياً وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً كما استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون بينهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي على شقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا وفي وسط القطاع استشهد ستة وأصيب أربعة آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وأسفر قصف إسرائيلي على منزل ببلدة الفخار في خان يونس عن استشهاد أم وطفلها وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مخيم طول كرم للاجئين الصحة الفلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المخيم بعد دخول عدد من الجرافات والآليات العسكرية فيه يأتي ذلك مع تواصل اقتحام الاحتلال مناطق مختلفة في الضفة الغربية واعتقاله عدداً من الفلسطينيين وخلال جلسة بمجلس الأمن الدولي أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أكد أن إعادة الوضع إلى طبيعته في غزة سيحتاج لسنوات مضيفاً أنه لا بد من توقف العنف لمنع اتساع التصعيد في المنطقة وينسلاند تطرق إلى الوضع في الضفة الغربية مشيراً إلى أنها تعيش على فوهة بركان بسبب العنف حسب كلامه مشدداً على أن هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة